السلام عليكم هذا الفيديو سوف نتحدث عن الكريم صغيري الذي قال بالانتومة للدعو المقاطعات خدموا أجندة النظام والنظام سبق الانتخابات في ثلاث شهر من أجل محاولة تضيع الفرصة على المعارضة تبون سبق الانتخابات على أجل لكي يتعطيها لكي يتعطيها ماذا يتعطيها سواء تبات سواء تبات إذا كان النظام يخشى من جوبيد عسول ويدير لها حساب لكي يتعطيها فتأكد عزيزي المغرر بك أنه لا يجعلها ترشح ولو تطلب الأمر إدخالها إلى السجن لو كانت بداع السلطة ومثل النظام لا يقوم بإمكانها في جديد الدرس أما عن الثلاث شهر التي تكلمت عليهم وعن الصيف هذه كلها حجة واهية يستخدمها الجياح أمثل موسى تواتي ورباعين وهلما جرى من الأقزام عندما يخزروا المعارضة التي تحتاج إلى الثلاث شهر لكي تنظم محارضة هي أخوة ما في نظام يلعب بها كيف يشاء إذا كنت قادر وماذا تدخل الغرم الذي يحجبك؟ وعندما تقول معارضة وانت كنت تبدأ السلطة معارضة امرأة حقوقية عندها مواقف؟ نعم لكن معارضة لا تشكي إذا كنت تتحدث عن معارضتها البوتفليقة ويحيى وقل أنا مع الحراك إذا كنت تتحدث عن معارضتها لتبون تبون زيلة وتزول المعارضة التي لا تصرح بمعارضتها لحكم العسكر في برنامجها الانتخابي لكي لا نقول عاملة أقل ما نقول عليها بأنها جابانة وليست أهلا لترشح منذ أيام تكلمت عن البكاء على الأطلال وانت ركت بكي قبل أن تأتي ماذا بك؟ تحاول تحصل كل شيء في كل شيء المهم أنت وعسول لا تثريب عليكم اليوم قال لك العادميين يرويجون الإنهيزام قبل المعركة تخيل شيبر قبرص تدخل في حرب مع السين النظام يمتلك أرض المعركة يسيرها كيف يشاء والذي ما يعجبهش يدخلها الحبس يكارته من أرض المعركة كما قاضي إحسان ومحاد قاسمي فكيف شرك بغي تعافر وانت بلا سلاح الشعب اللي انت قلت تكرهونه السياسة خايف من الحبس وانت غير منظم أصلا ركن هار كامل وانت انضموا كما عصابة الرداء الأبيض لتحقيق أحلامكم انضموا إلى جيسي جيس انضموا بسرعة إلى عصابة الرداء الأبيض انضموا إلينا أو استعدوا للقتال انضموا انضموا فهذا مش عدمية كان حاجة اسمها علم الإحتمالات كان علم الإحصاء فكل الدلائل تدل على أن سيدة أسول مشي أرنوبة لا حاجة وإنما فهراشة تزين خد النظام البشع وعندنا مرا بين قوسين معارضة تنافس مرشح السلطان الذي أعطاء رونديفو الماكرون شهر قبل أن يفوزوا الانتخاب في التوقع كما صرت يجدك عندما بدأ السؤال تقدم خدمة للنظام خدمة جليلة الأكيد أنها ستشكر عليها بطريقة أو بأخرى فلا تكتبش عن الناس وتقول بالدعاة عدم المشاركة هم الذين يخدمون النظام وإلا على تجد طرف الحبس على أي مبلبل فيس بوكي بين قوسين كما تسميهم النظام لا يريدك أن تشارك معه وصبر يا مات وتولي تشوف الدعوة للانتخابات في كل مكان على صفحات الجرائد النظام على قناوات النظام وحتى في المساجد ويركن من أركان الإيمان مرة أخرى نتمنى أنك تكون غابي ولا أتمنى أنك تكون تدير في هذا الشيء عن قصد تسقط انتخابات العسكر وأجندات العسكر وقاراكوزات العسكر سحب تركم